عيد تغلبه آلام النزوح هذا هو عيد ملايين النازحين في اليمن فمنذ اللحظة الأولى للحرب فقد العيد الكثير من معانيه وأصبحت الكثير من العائلات تعيش أسيرة النزوح والتشرد وفي مخيمات النزوح المكتظة بالساكنين لا مظاهر للعيد تذكر فلا تغير يشير إلى قدومه ولا رائحة للكعك أو المأكولات تنبعث من مكان ماء أو من خيمة نازح وفي الوقت الذي يفترض أن تكفر في هذه المناسبة الزيارات العائلية كعادة مجتمعية يحرص عليها اليمنيون منذ القدم يعجز هؤلاء عن التنقل بسبب الفقر فما يملكونه لا يكاد يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية التي تفاقمت بفعل الحرب والتشرد المادة ضعيفة والبيس ما فيش طبعاً أنت أشن تروح هناك مواصلات غالية ويشتي لك بيس والبيس هنا صعبة يعني يدوب أنك مشحك يوم ولا يومين بالتكسيد نحو سبع سنوات من النزوح والقهر أفقدت النازحين شعورهم بالمتعة في هذه المناسبة ما جعل هذا العيد يمر كسابقه على النازحين اليائسين من العودة إلى مناطقهم من جديد اليوم لا يملك هؤلاء سوى الأمنيات بأن يحل عليهم عيداً آخر وقد عادوا إلى منازلهم لتكتب لهم نهاية رحلة النزوح والآلام المستمرة منذ سنوات وأمام هذه المأساة المستمرة لا يزال العالم عاجزاً عن الحد منها ليترك ملايين اليمنيين يعيشون آلاماً مضاعفة من الصعب نسيانها أو تجاوزها